كل عام وانتو بألف خير أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لشهر خمسة مايو أيار عام الفين واربعة وعشرين سنقرأ للبرج صاحب الشخصية المميزة جدا والرائعة ولديه ابتسامة كالسحر قادر من خلالها كسب القلوب والأشخاص اللي حولوا أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا الناري برج القواص الرجائع من الجميع اللايك الترجيعي والأشخاص الجذو على القناة ما ينسونا بالاشتراك ومهم جدا أن يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل ع طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو سندوق الوصف ومرات أم أكتبه في التعليقات نرى يا أصدقائي كيف الأحداث القادمة اتقي شر من أحسنت إليه قد يفاجئك الحبيب بتغيره بالفترة القادمة وتشعر أنه ممكن يكون فيه عنده علاقة ثلاثية أو أنه يخيب آمالك وما يوفي بالوعود اللي أوعدك فيها هذا الموضوع رح يخليك متوتر وتفكر فيه كثيرا لا تتردد أنك تواجهه بشكل مباشر عشان تحط النقاط على الحروف لأنه يا أصدقائي لما تكون بعلاقة فيها خيبة آمال أو يكون فيه شخص مش تحيوفي بالوعود اللي أوعدك فيها إثق تماما يا مولود برج القوس أنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية ومن ناحية أخرى بتضيع فرص عاطفية كلت ستحصل عليها بالفترات القادمة وبتقدر تستعين بأحد الأشخاص المقربين من حولك وبتطلب منه النصيحة وما رح يبخل عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام بس تشجع وخذ القرار المناسب من ناحية أخرى ستجني ثمار تعبك واستحقق بعض المكاسب المالية ستدخل كتحسين على وضعك المالي وسيكون أغلبها أعمال أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليها ولكن من ناحية أخرى تزداد عليكم أعباء الحياة من النفقات والمصاريف اليومية والشهرية حاول ضبط ميزانيته واستلاحظ أن العديد من النفقات والمصاريف اللي كان ما إلهن داعي من الأساس هناك شخص كانت تربطك فيه علاقة في الماضي هذا الشخص سيحاول أنه يرجع ويتواصل معك من أول وجديد ممكن أنه يرين عليك تلفون أو يرين عليك من رقم غريب لكي يعس نفضك وخصوصا أنه كان المسبول عن الانفصال في الماضي حاول قدر المستطاع أنك لا تأخذ قرار سريع بخصوص هذا الشخص وخصوصا أنه خيب آمالك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها وفي مثل جميل يا أصدقائي شو بقول اللي بيجرب اللي بجرب عقله مخرب يعني أنت هذا الشخص جربته وطلع فزدق فاضي فما في داعي ترد تجربه مرة ثانية لأنه المسلم لا يلدغ مرتان وخصوصا أن الحظ يبتسم لك في الأمور العاطفية بالفرص الجديدة فالمعجبين كثر سيكونوا حولك وخصوصا من خلال مواقع التواصل وأيضا في الطرقات ستلاحظ وأنت تمشي في الطرقات أنه في أشخاص تتفرج عليك وتحدق فيك النظر بس أنت تطلع عليهم بتحكي هذول أول مرة بشوفهم هذه طاقة الجذب اللي ستكون عندك بشهر خمسة مايو عام ألفين وأربعة وعشرين أما في الأمور الصحية هناك بعض التراجع وقد تشعر بعض الآلام في المعدة وأيضا في المفاصل وتشعر أحيانا أنك زي البردان علما الجو دافي حاول قدر المستطاع أنك تكثر من قراءة القرآن الكريم والاستماع للرقية الشرعية لأن هناك شخص ينصب لك المكائد والحيل وما رح يتوانى أن يقوم بأعمال ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السفلية والأعمال السحرية هذا الشخص سيء جدا الله يكفيك شره من ناحية أخرى الأشخاص القائمون على أعمالهم سينجحوا أنه منه كل الأعمال المتراكمة عليهم ويثبتوا لرؤسائهم في العمل أنهم قادرين يقوموا بأعمالهم بطريقة رائعة جدا ويتفوقوا على جميع الزملاء اللي حاولهم حاول أنك تستغل الفرص اللي استثنائية اللي رح تخليك رقم واحد في مجال عملك وخصوصا للفترة كمان مناسبة للأشخاص اللي ينتظروا ترقية أو منصب جديد وإذا في عندك مطلب حاب تطلب الرؤسائك في العمل لا تتردد أنك تطلبه كسلفة أو كإجازة وخصوصا أنك بحاجة لا إجازة لأنك بدلت مجهود مضاعف في الفترات الماضية عملك الأساسي وأيضا أعمال إضافية هذا كلياته تسبب لك الجهد البدني وصرت بحاجة أنك تأخذ قصد النراحة لكي تستعيد نشاطك وعافيتك من أول وجديد احذر من أحد الأشخاص المقربين من حولك وأنت مأمن له وما بتشك فيه قطعيا هذا الشخص سيحاول نصب عليك بمبلغ مادي لطريقة أنه يزين بعض الأمور أمامك ويخليك أنك تشتريها علشان يحصل على كيف يعني أنه زي وسيط وبأخذ مبلغ من الشخص اللي أنت اشتريت منه يعني يعني يكون هو مخطط مع هذا الشخص عليك حاول أنك تبتعد عن أي شي فيه مبالغ كبيرة بشهر خمسة أيار مايو عشان عشان ما تتعرض للنصب أو للإحتيال أما المتزوجون هناك بعد رغم القرب اللي بيناتكو كيف يعني أنتو قرب من بعض بس في بعد لأنه يا أصدقائي ما في أمور مشتركة بيناتكو ودائما إبعاد عن بعض حاول يا مولود برج القوس أنك تعمل أمور مشتركة بينكو بين الشريك وحاول أنك تنسق لرحلة ترفيهية بينكو وبانه هالمناظر الطبيعية وإجلب إله إهدية لتعزز رابطة الحب بيناتكو علشان ما تثاقم الأمور نكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات التي حد أسفل الفيديو كل آخر الشهر اللي ما بيحالف الحظ هذه المرة ما يزعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون من أحد الرابحين معي بهذه القراءة أما الأشخاص اللي تربح معي قراءات خاصة القراءة عبر عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا وتوقعات الأشهر القادمة بإذن الله بإذن الله تعالى بنلاقينها حل لكل داء في بإذن الله تعالى الدواء الشافي كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي وإن شاء الله القادم سيكون أفضل أفضل بإذن الله تعالى بتمنى لكم الحظ السعيد من كل قلبي ترجمة نانسي قنقر